مرحبكم بأحلى مساء الورد للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بحيرة من ضمن المظلة او مثلث الذهبي اللي شرق سالس بورغ بحيرة قمندن بحيرة جميلة جدا من ضمن البحيرات الجميلة اللي تقع شرق هذا واحد من الفنادب شرق سالس بورغ احلى الاماقين احلى البحيرات يقانع لها في هذا المكان هي ميزة هاي هي القلعة بحاول وصلها ماشي قلعة حلوة بحيرة قمندن هاي انا رافع عنها تغرير من سنتين لكنها من البحيرات اللي تستاهل ان الواحد يرجع لها مرة ثاني وثالثة هين القوارب توقف اللي يبغي يأخذ لفة في المدن اللي اللي على ضفافها البحيرة هذا الغطار للتنزح طبعا هذا السوق يوم السبت ولاحد يشوفون عامر المقابل للاني باشر السبت هذا السفن اللي تنغل الناس اللي كبرت عنهم سنتين زاد حجمها عن قبل طبعا شي طبيعي كل شي يكبر كل شي يزيد يكون في لغة ثانية تبغي تأجر غارب تبغي تأجر غارب مكينة مجداف كل شي موجود تحت امر كون قرقش مخبوك بس الممشل على البحيرة الممشل على الممشل على الناس الممشل على الممشل على الممشل هذا الخامر ما يسوي هذا الخامر ما يجب لنوصل لنشوف الجمال كيف سلام للجميع عبدولي مرزوق الزملاء في منتدى زاد المسافر جميع الزملاء بحيرة ومدينة قمندن يأخذ السفينو وينطلق على المدن وقريبة من باد إيشل قريبة من سالزبورغ 60 كم بين البحيرة و سالزبورغ ناحية 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 الشمال الشمال ايوه ومن هنا مدينة لنز اتصور تقريبا 60 الى 70 كم تقريبا حلوة بعد مدنة حلوة جميلة ليس مثل النروج تمشي 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 مدينة اما في أوروبا كل ساعة و ساعة تمر على مدينة فنادر اما نروج مساحات حايلة وتسوق وتسوق النمسا من ناحية الغرب من سالزبورغ وينطلق هذه المناطق جميلة جدا من ناحية بجبالها وينطلق ها وينطلق 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 يريد أن يجر طراد قريبا تنزع مسافة لنا لتقريبين 1.5 كيلو لنا الغلعة لكن لا نشأ لكم وصلنا الغلعة هذا المبنى المكمل للغلعة الذي في البحر وهذا الجزر الى الغلعة طبعا كانوا قبل يعملوا حماية للناس الذين يحاجمونهم فتجدوا دائما عليها ماء ولا سور كبير ولا شيء دائما كحماية كان فيها بوابة وقت الهجوء يرفعونها هذا الذي يتميز مدينة قمندن في أدة مدن البحيرة لكن هذه الأهم حاليا طبعا متحف الأخوان الذين يسألوني دائما عن أنهم يبغون يعيشون في أوروبا خصوصا الأخوان العراقيين أخوان اليوم ممثل قبل قبل كان بسهولة تحصل لجوء في الدنمارك أو في السويد أو في النرويج أنا أول شيء نصحك في هذه الدول لكن اليوم لازم يرتب لك الأمور من هناك حد من ههليك من ربعك في النرويج أو في الدنمارك يرتب لك الأمور أفضل مكان للعيش حاليا فيها الدول ثلاثة وأقبهم أوروبا الغربية مرسة الغوارب الخاصة هذه القلعة قلعة قمندن دخل داخل ها مسكرين شيء نظفون هناك فول الحب خلف القلعة جو ولا أروع منظر ولا أروع من الصحل ولا التصوير أبغي قهوة قبل المقادرة طبعا ننصح بزيارة البحيرة والمدينة لو للتوقف والاستراحة وشرب الكوفي كان يرد الروح ها ماذا تغريرنا عن هال البحيرة ونشوفكم إن شاء الله في مكان ثاني في موقع ثاني اليوم تاريخ 22 ثمانية 2014 منذ عندي بكرة فقط وابعد بكرة متوجه إلى فينيسيا ليلى في فينسيا وبعد يريد من فينسيا إلى ميلان عدى من ميلان كومو لغانو 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 إلى انتر لاكا هذا المخطط اللي في بالي تحياتي إلى الجميع وللمتابعين بشكل خاص نشوفكم إن شاء الله اشتركوا في القناة في بعض المحلات من البحيرة البحيرة خلفية وهو الشرع الرئيسي لهذه القرية ونقدر نقول عنها مدينة طبعا نرى الأشكال يذكروني بصحابي اللي في الميلس حينتوني ذكرتم إلى كنيسة المدينة اشتركوا في القناة